اشتركوا في القناة وتعزيز ومواصلة وخدمة رسالة شهدائنا الأبرار المجتمع من أشعر سيئة المجتمع الورابي المجتمع ننصحه نعضه هذا هو خطاب من الدين خطاب رفق خطاب الهكمة خطاب يتميز بالاعتدال خطاب يتميز بالوساطية خطاب يتميز بالعلمية لا شك أن هذا العنوان بهذا المحور الذي هو الخطاب الديني لا شك أنه يصب كله فيما صب واحد ألا وهو ذلك الخطاب الذي فيه تجديد وذلك الخطاب الذي فيه النفع وذلك الخطاب الذي نرجو من خلاله أن يواكب الإمام أو الداعية أو تواكب المرشدة كل هذا الوسائل الجديدة والمستحدثة في وسائل التواصل الاجتماعي التقى الذي يدعو إلى تعزيز الوحدة وإلى التسامح وترابط بين الشعب الجزائري خاصة وإلى الترابط بين الأمة عامة فهو يهدف إلى تعزيز رسالة المسجد والخطاب الديني الذي من خلاله يعني يدعو جميع الأئمة والخطابة من جميع الجهات إلى وحدة الوحدة الوطنية وإلى تعزيز هذه الخطاب الديني الذي يدعو إلى لم الشمل وإلى عدم التفرقة ترجمة نانسي قنقر